قامت مجموعة صين للإعلام حفلة توديع لفريق البث الخاص بدورة الألعاب الجامعية العالمية التي من المقرر أن تقام في تشاندو في الفترة من 28 يوليو حتى 8 أغسطس ألقى رئيس المجموعة رئيس التحرير شانهاي شونخ خطب في الحفلة قال إن قامت الألعاب تنفذ توجهات رئيس صاني شي جينبينغ بشان تعزيز تنمية الرياضة وضفشا إنه يتعين على مجموعة الصين للإعلام تنصيق بث الألعاب بشعور بالمسؤولية بدل جهود لتقديمها للعالمة وكان من المقرر أن تقام الألعاب الجامعية العالمية الحدية والثلاثين في الفترة من صيف عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب إجراءة كوفيد الصارمة وستكون مدينة شندو والثالث مدينة صينية تستضيف الحدث بعد بكين عام 2001 وشنجن عام 2011 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر